نريد أن نتحدث في هذه الليلة ونحن في رحاب الليلة الأولى من عاشوراء الحسين عليه السلام حول موضوع يرتبط بالتحقيق التأريخي لقضايا الحسين والقضايا العاشورائية التأريخي وفي هذا الموضوع أولا أذكر مقدمة ربطا بين هذا الموضوع وما طرحناه في العام الماضي وفي هذه المقدمة أبين الضابطة التي تعتمد في استقاء المعلومة التأريخية وطبيعة المعلومة التأريخية وتمايزها عن المعلومة الفقهية ثم أبين الكتب أو المصادر التي يعتمد عليها في نقل القضايا التأريخية فأصنف تلك المصادر إلى صنفين أساسيين صنف من المصادر يعتبر من المصادر التي يمكن الاعتماد عليها وأما الصنف الثاني فهي المصادر التي لا يمكن الاعتماد عليها أو لنقل بأن قيمة الاعتماد والاعتبار لها تكون ضعيفة ثم أبين في النقطة الثالثة إشكالا يرتبط بنوع من المذواقية في قبول بعض الروايات أو في ردها المرتبطة بقضية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ثلاث نقاط أساسية وفي الأثناء سنطعم ببعض الأمثلة لتقريب الفكرة أولا ما يرتبط بالمقدمة التي أتناول فيها الضابط لنقل الرواية أو الحدث التأريخي الحدث التأريخي يختلف عن الحدث الفقهي فإن الحدث الفقهي أو لنقل بتعبير أدق الحكم الفقهي يحتاج إلى رواية معتبرة يمكن من خلالها استقاء المعلومة الفقهية أو الحكم الفقهي بينما في الأحداث التأريخية الحدث التأريخي لا يخضع إلى ذات الضابطة الفقهية فإن ضابطته أقل بمعنى بأن الأحداث التأريخية لو نرجع إليها حتى الحدث التأريخي القريب أحداث التأريخية القريبة مثل على سبيل المثال الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية نجد الأحداث فيها لم تنقل في ضمن عنعنات تصل إلى مصدر وإنما ينقل الناقل نقلا فينسبه إلى مصدر من دون أن يبين ماذا أن يبين كيفية وصول ذلك الحدث التأريخي إليه ولذلك قد شاب نقل الأحداث التأريخية حتى في العصر الحديث والمعاصر شيئا من الافتراء أو الكذب أو التهويل أو التضخيم أو غير ذلك ولكن نجد بأن هذه النقول التأريخية ما دام التأريخين فإن الغالب في تلقيها أن الإنسان يتلقاها فيجعلها في خانة الاحتمال يعني صنفها في ضمن المحتملات يقول نعم يحتمل ذلك قيل ذلك روي ذلك نقل مثلا الطبر ليعقوا بكذا فلان نقلوا أنه قد حدثت الحادث الكذائية فهنا الأحداث التأريخية في الغالب نجدها ما هي إلا محتملات تنقل غير أن هذه المحتملات يمكن تصنيفها ممكن أن نحن نصنفها فنجعل محتمل راجح يعني محتمل قوي محتمل ناهظ محتمل يمكن أن نعبر عنه بالاحتمال الأقوى ومحتمل آخر نجعله في خانة ماذا أيها الأحبة في خانة الاحتمال ممكن ولكن في ضمن الاحتمال الاحتمال الضعيف دعني أبين لك الفكرة بمثال مثلا رأس الإمام الحسين عليه السلام الرأس الشريف أين دفن؟ كثير مننا يسأل وين دفن؟ لما نروح إلى المحتملات التأريخية في مكان دفن رأس الإمام الحسين عليه السلام نجد أن الروايات والنقول التأريخية متعددة فاحتمال الأول هذا الاحتمال الموجود في المخيلة في الثقافة الشيعية الاحتمال الأول أنه دفن مع الجسد الشريف أي ألحق الرأس بعد ذلك بالجسد الشريف فإن الرأس لما احتز نقل إلى ابن زياد ابن زياد نقل إلى من؟ نقل إلى يزيد فهنا المحتمل الأول بأنهم قد أرجع إلى الجسد الشريف فدفن معه هذا احتمال أول وهذا الاحتمال منقول عندنا ومتبنى عند بعض علماء لكن هناك احتمال ثاني شون هذا الاحتمال الثاني؟ بأن الرأس الشريف قد دفن مع أبي مع أمير المؤمنين عليه السلام وهذا الاحتمال ربما البعض ما يعرف عنه وهذا الاحتمال أيها الأحبة موجود فيه بعض الروايات من طرفنا يعني منقول من جهتنا بأن الرأس الشريف قد ألحق بقبر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ولذلك يمكن أن نفسر لماذا نزور الإمام الحسين عند قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه بأننا نزور قطعة من جسد الإمام الحسين وهي رأسه الشريف إنت من تروح أمير المؤمنين تلاحظ من ضمن الزيارات شنو؟ زيارة زيارة الحسين ليش يزور الحسين عند قبر أمير المؤمنين؟ لماذا؟ ليش؟ هناك تفسيرات متعددة ولكن من ضمن التفسيرات بأن رأس الإمام الحسين مدفون مع جسد أبيه أي ألحق بالقبر الشريف ماذا؟ شلون؟ وصل شلون وصل البعض يقول بأنه قد صارت غارات على موكب السبايا لاستخلاص الرؤوس فاستخلص رأسه رأس الإمام الحسين من قبل بعض الخواص فدفن في قبر أبيه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وليش ما دفنوا في قبره لكن ما يعرفون قبره زيارة ربما لم يحيطوا خبرة بقبر الإمام الحسين ربما وربما هناك احتمالات متعددة لهذا النقل التاريخي هذا احتمال ثاني الاحتمال الثالث أن الرؤوس لما نقلت إلى يزين فقضى منها ما يريد أمر بدفنها زين وين دفنت؟ دفنت في الشام فاختار مقبرة شنو هذه المقبرة؟ مقبرة باب الصغير اللي احنا نعرفها بشنو؟ بالفواطن مقبرة الفواطن مقبرة الفواطن فدفن الرؤوس هناك فتجد مقاما موجود موجود هناك زين مقام الرؤوس هذا احتمال موجود أو موجود في ضمن الجامع الأموي موجود كذلك ماذا؟ موضع يعرف إلى رأس الإمام الحسين عليه السلام هذه محتملات الاحتمال الرابعي والأحبة بأنه مدفون في مصر شوف هذه الاحتمالات كلها أنت شلون تتعاملوا إياها هذه الاحتمالات؟ لما نروح إلى الاحتمال الأرجح نجد أن الاحتمالين الأولين هما الراجحان أي أن الرأس قد ألحق بالجسد أو أن الرأس قد دفن مع مع أمير المؤمنين سلام الله عليه زين ماذا نفعل في المحتملات الأخرى؟ شلون الآن محتملات الأخرى؟ هنا الأخذ التأريخي الدقة الدقة في التحقيق التأريخي مدام موجود احتمال أنت كإنسان مثقف تتلقى تلك النقول التأريخية تلقي المحتملات يعني شنو؟ يعني دول محتمل بلى محتمل احتمال كمثل مثلا في قبر زينب سلام الله عليها أين قبرها؟ هل في الشام؟ أو في مصر مثلا تشوف الاحتمال الأرجح أو احتمال البعض بأن قبرها في الشام قبرها في دماشق في السيدة زينب في هذا الموضع فهنا نلاحظ كيفية التعامل التأريخي مع النقول التأريخية احنا كشباب الآن كمثلا مثقفين نتلقى المحتملات فنجعلها في خانة العقل كمحتمل بل محتمل كذا محتمل كذا بعض عاتب يقول ليش ما في جزم ليش ما في قاطع يقول في بعض الأحيان نصل إلى نتيجة بأن هناك احتمال راجح وفي بعض الأحيان ما نقدر أصلا نوصل إلى احتمال راجح ليش؟ لطبيعة النقل التأريخي الذي أهمل والذي نقل بهذه الكيفية الآن نصل إلى النقطة الثانية لو أردت أن أحقق بحيث أتكئ على ما يقدم لي الاحتمالات الراجحة فهنا أعتمد على ماذا؟ أعتمد على ويش؟ نقول هناك مصنفات متعددة في قضية الإمام الحسين عليه السلام وهذه المصنفات أيها الأحبة يمكن تصنيفها إلى صنفين أساسيين صنف من المصنفات يمكن الاعتماد عليه وصنف آخر من المصنفات لا يمكن الاعتماد عليه شنو الآن الصنف اللي يمكن أن أعتمد عليه وما هو الصنف الذي لا يمكن أن أعتمد عليه نقول الصنف الذي يمكن لك أن تعتمد عليه هو الصنف القريب من الواقع الصنف اللي يكون قريب شلون يعني؟ أبين لك بمثال الآن لو قلنا نمبي نعرف كيف كانت الكورة شلون شكلها؟ قبل كم تنبي تعرف؟ قلنا نمبي نعرف قبل ثلاثمائة سنة وجاءنا واحد قال لا نمبي نعرف قبل قبل كم قبل ستمائة سبعمائة سنة شلون كانت؟ هل يمكن أن نصل إلى نتيجة جيدة في كل الطلبين أو لا؟ نقول لا الطلب الأول ممكن ثلاثمائة وشي نسوي؟ قبل ثلاثمائة وش نسوي؟ نروح للكبار يقول للكبار شلون كانت الكورة؟ يقول أنا عندي معلومات لقبل أنا عمري ثمانين عندي معلومات لقبل ستين بعد أول ما بدأت الآن أفهم الأمور وكذا أقدر أقدمها لك ما سألت أحد قبلك شلون كانت الكورة؟ يمكن يتوافر عندك واحد من الشيبة من الآباء يقول بلى أنا سأل جدي وجدي كان سائل منه جدي وبالتالي تقدر ترجع إلى كم؟ تقدر ترجع يمكن إلى مائتين وخمسين كم؟ سنة صح لو لا؟ تقدر ترجع إلى مائتين وخمسين سنة ربما ترجع إلى ثلاثمائة سنة وهنا المعلومة يمكن أن تعول عليها أم لا؟ يمكن أن تعول عليها بمعنى أنها تقدم لك احتمالاً يعني تعطيك احتمال من الاحتمالات هذا احتمال ناهض متى يصير ناهض؟ إذا جمعت قرائن متعددة معه شلون أجمع قرائن؟ أجمع قرائن أروح لشيء مثلاً شيء آخرين زين آباء آخرين أسألهم شنو الآن؟ كانت الكورة بأي شكل؟ يقوم يشرح لي يقول والله أرض الكورة ممتدة إلى هالجهة واصل إلى هالمكان فيها عين شدي فيها كذا فيها كذا يتطابق النقلان فعند ذلك يتشكل لدي يطمئنان أو نوع من الاحتمال الناهض لكن شنو كانت الكورة قبل ثمانمائة سنة؟ لو جاني واحد حتى لو من؟ إلى أباء الكبار وقام وألف لي قال لي كانت شي دي وكانت شي من وين؟ من وين أنت سمعت هالحادي؟ ما عنده مصدر هذا الآن الأب الكبير وش قدم لي يا جماعة؟ حقائق؟ معلومات؟ احتمالات؟ لو مجموعة من شنو؟ مجموعة من الخيالات التي لا تساوي قيمة في الجانب شنو المرتبط من الجانب التاريخي ولذلك لما نروح إلى مصادر ثورة الإمام الحسين نشوفها على هذه الشاكلة مصادراً إلى ثورة الإمام الحسين مصادر قديمة ومصادر مر على مؤلفيها قرن أو قرنين يعني مئة مئتين سنة ثلاثمائة سنة على واقعة الطف بينما في مصادر مر عليها أكثر من أكثر من ثمانمائة تسعمائة سنة كذا فلذلك المحقق يصنف فيقول بأن صنفاً من المصادر التاريخية المرتبطة بقضية الإمام الحسين يمكن الاعتماد عليه وهذا صنف المصادر القريبة مثل شنو؟ مثل على سبيل المثال الإرشاد مثل على سبيل المثال تاريخ الطبري تاريخ اليعقوب كتاب الطبقات مثلاً إمامة والسياسة على سبيل المثال زين العقد الفريد مقاتل الطالبيين نجد جملة من المصادر الأمالي للشيخ الصدوق جملة من المصادر قديمة يمكن الاعتماد عليها هذا صنف من المصادر صنف آخر من المصادر أيها الأحبة لا يصح الاعتماد عليه إلا أن يكون قد نقلها من تلك المصادر القديمة مثل شنو؟ أبرز مصدر لا يمكن الاعتماد عليه هو عبارة عن المنتخب الذي يعرف لدينا بماذا؟ ما نسميحنا؟ بالفخري زي منتخب الطريحي ونسميحنا بالفخري المنتخب للطريحي الطريحي توفي في في عام الف وخمسة وثمانين هجري يعني بعد مرور ما شاء الله ألف سنة على وفات ويزيد على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ولذلك يفقد اعتباره إلا إذا نقل شيئا وذكر مصدره القديم ورجعنا إلى مصدر القديم وفعلا وجدنا في المصدر القديم موجود الذكر إلى تلك المعلومة التاريخية ولذلك الآن لما نروح إلى المنتخب الطريحي طبعا هذا الرأي السائد بين علمائنا لما نروح إلى المنتخب الطريحي أهم معلومة نقلها من أهم المعلومات التي نقلها والتي يعني مشت لدينا في المنبر هي معلومة زفاف ماذا زفاف القاسم وإما تروح ما تحصلها إلا عند منه إلا عند الطريح ولذلك لم يثبت زفاف القاسم زين ليش نواضم عليه ليش نجيب نجيب بعنوان التفجع وصار مفهوم عند الناس هذا الموضوع بأن القاسم لم يزف وأكثر ما يمكن إثباته بأن الإمام عقد عليه على البنت المسمات إذن لماذا نأتي بالزفاف نأتي بالزفاف باعتبار أنه شاب قد فارق الحياة من دون أن يتزوج مثل ما مثلاً على سبيل المثال عند فقد الشباب كيف يكون هناك نوع من الشوق عند الوالدين والأقارب بأن يقوم المؤمنون بزفافه زين إذن مثل هذا الكتاب فاقد للاعتماد وإن كان هناك محاولات متأخرة من قبل بعض العلماء في إضفاء نوع من الاعتماد والاعتبار لهذا الكتاب لجلالة قدر الطريح نفسه لكن من نرجع إلى الكتاب نشوف الكتاب لا فاقد إلى الاعتبار هو يقول هذا العالم يقول ما دام هذا عالم كبير وكذا ومقدر عندنا وإلى آخر ويصف مجموعة من الكلمات في مدحه أو في جلالة قدره أو نحو ذلك إذن يقول المؤلف يجب أن يكون معتبر وصحي يقول لا 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 ما في ترازم بين الأمرين قد يكون هذا عالم جليل لكن كتاب شنو ضعيف تفتني أنا لو لا عالم جليل جي ألف في التاريخ ما اتبع المنهج العلمي والبحث في الإسناد ونحو ذلك فلا يمكن الاعتماد عليه لا ملازم بين الأمرين فهنا على ذلك نقول بأن الجانب التحقيقي يحتاج للرجوع إلى المصادر المعتبرة المعتمد القديم زين شنو قيمة مقتل مقتل أبي مخنث شنو قيمته هذا الرجل راوي معتمر له قيمة كبيرة لكن لكن طبعا هذا الراوي أُلِّف في حقه مقتل نُسِب إليه لذلك لازم نفرق بين الروايات لأن أبي مخنف لو بنذكر اسمه بعد اسمه اسمه شنو اسمه لوط لكن ما في علاقة طبعا لا لوط ولا أبي مخنف بي اللي موجود في أذهاننا إطلاقا نقول بأن نحن لو نرجع إلى هذا الراوي جليل يعني مقدر في الجانب التاريخي لكن ما يعتمدون العلماء على مقتله ليش لأن مقتل الذي نُسِب إليه لم يثبت صحة انتساب إليه صحيح ربما يكون عنده مقتل لكن اللي متوافر عندنا غير الذي هو ألفه ولذلك يعتمد على نقوله في وين يعتمد على نقوله في ضمن الكتب القديمة لتنقل عنه مثل العقوب الطبري كذا فلان لم ينقلون عنه فإننا نعتمد تلك النقول وهناك محاولات متأخرة في طبعات الآن متأخرة تسمى بذات المقتل وقد حاول المحققون أن يستخرج الروايات المنسوبة إليه وجعلها في ضمن مقتل له لذلك هذه المطبوعات الحديثة التي اتبعت هذا الإسلوب التحقيقي لها نوع من القيمة زين ولذا أيها أحبنا نحن الآن موجود عندنا في ضمن المآتم الاعتماد على أكثر شي من نجي نقرأ ما الفخري زين مثلا أو مقتل ابن أبي مخنف مثلا اعتماد على كتب ربما لا تكون ماذا في مضمونها معتبرة زين ولذلك هنا المستمع لازم يصير عنده ثقافة بأن هذه النقول هي مجرد شنو نقول إلى احتمالات ربما وربما ليست احتمالات راجحة أطلاقا ولذلك لابد وهي دعوة إلى إدارات المآتم استبدال هذه الكتب ببعض الكتب التحقيقية المتأخرة التي اجتملت على بعض المرويات المحققة والمعتبرة والمعتبدة زين الآن نصل إلى النقطة الأخيرة وما هي أن هناك توجها آخر يقول ويبرر نقل كل شيء من دون الاعتماد أو الاعتبار وهذا الإسلوب يعتمد على فهم موجود في ضمن روايات أهل البيت من آل بيت النبي محمد كمثل الرواية التي صدرنا بها مجلسنا يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكل حسين بن علي فإنه ذبح كما يذبح الكابش فهذه الرواية تقدم تبريرا للبكاء بل هناك روايات تدعو إلى إبكاء المؤمنين بل هناك روايات لما يجي الشاعر ويقرأ الأبيات على الإمام يقول لا 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 ما أنبيك تقولها بذلك طريقة أنبيك تقولها كما تقولون يعني مجتملة على على النعي مجتملة على ألحان التفجير وهذه المعاني أيها الأحبة صحيحة صحيحة لا يمكن ردها لأنها قد تضمنت في جملة من المرويات ولكن نقول الوصول إلى نتيجة مفادها بأن ننقل أي شيء هذا مو صحيح شلون يعني يعني في سبيل الإبكاء في سبيل التفجيع ممكن أننا نأخذ الشعر شعر في خيال في بلاغة في كناية في والله موقف مشهد خيالي بين إليك وإنت من تتلقى تفهم إن هذا شنو هذا خيال صح لو لا لكن اللي نحن نشوف من قبل البعض ينسب أقوالا ينسب كلاما ينسب كلام إلى المعصومين من دون بيان أنه لغة حال بل تشوف لغة الحال تبتع الابتعاد كبير جدا بحيث ينسب نوع من الخرافة أو نسبة ما لا يصح نسبة إلى المعصوم هنا يقع الخطيب في نوع من المزلق ونوع من الإشكال بأنه ينسب خرافة أو ينسب مثلا شيئا قبيحا على المعصوم ولا يكون العمر مبررا بأني أريد إبكاء الناس يقول إبكاء الناس لا يكون بهذه الطريقة ولذلك لذلك نحتاج إلى نوع نوع من الوسطية لا إفراط ولا تفريط يعني نقبل بحصة معينة نقل المحتملات التي لا يكون فيها نوع من الخرافة ولا نسبة القبيح وتكون رواية نقبل الأشعار التي فيها نوع من الخيال أو نوع مثلا من التشبيه أو المبالغة ونحو ذلك بشرط أن لا تشتمل على ما لا يصح نسبة إلى المعصوم وأخيرا ناقش موضوع المذواقية البعض من الشباب من صار الآن هذا الزمان زمان تحقيق صار البعض من الشباب عند نوع من الذوق يقول لا مثلا شنو مثال الذوق الإمام يبكي ما يصير الإمام يبكي إمام معصوم وصيح على ولده ما يصير هنزين 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 تقول والله مثلا سلبه والنساء لا ما يصير سلب النساء هنزين لما تطرح إليه تقول له هنزين الحين أيهما أعظم سلب النساء أو قتل الإمام الحسين أيهما أعظم هنزين لما تقول له الآن عندنا روايات تقول رسول الله بكى على الحمزة زهراء بكت على الحمزة رسول الله بكى على الحسين لما تقول عندنا روايات 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 لا يمكن ردها تشير إلى بكاء الإمام الحسين عند مصرع والده علي الأكبر تشير إلى بكائه عند مصرع أخيه العباس تشير إلى بكائه حتى عند مصارع أصحابه بعض أصحاب بكى عليه الجاسم بكى عليه الآن هذه الروايات ما تسوي فيها وبعض الروايات تعبر كالروايات التي تنقل عن الإمام الحسين عند بكائه على أخي العباس بكى بكاء طويلا نزيل إلى الآن شلو نتفسر هالمرويات هذه يقول لا إمام ما يناسب ما يناسب يبكي يعني يقول ما في نوع من المصادمة بين بكاء الإمام وبين التسليم ما هو يقول ما يناسب يعني هذا نوع من القنوط أو نوع من الاعتراض على إرادة الله وقضائه وقدر يقول لا ما في ملازم الإمام كان يبكي وكان ماذا يقول هون ما نزل بأنه بعين الله كان يبكي وهو يقول إن كان هذا يرضيك فخذ حتى حتى ترضى الإمام كان يبكي ولكن في جانب الربط العقدي القلبي كان مملؤا بالتسليم فالبكاء إذن على ماذا البكاء على فقد الحبيب والعزيز البكاء في الجانب الإنساني لا يصطدم مع عصمة المعصوم إطلاقا ما هو الروايات لما تتحدث عن رسول الله وكيف لما بكى على الحمزة شلون بكى من رأاه بهذه الوضعية الممثل به بكى عليه بكاء شديدا إذن ليصير عندنا حالة من الذوق حالة من الذوق ما هو واحد يجيك بعد بحالة من الذوقية الإمام الحسين يخرج خائفا من المدينة لا 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 ما يطلع خائف إمام الحسين مو خايف من القات خايف على مصادرة شنو الثورة الحسينية الإمام الحسين ملاحق سواء في المدينة أو في مكة كان ملاحقان من قبل أتباع يزيد ولا تعتقد أن الملاحقة هكذا شكلية مجاملاتية لا كانت ملاحقة حقيقية كانوا يريدون أن يحبس الإمام أو يقتلوه فلذلك الإمام خرج خائفا على مشروعه خرج خائفا على قضيته أن تصادر على محاولته أن يخرج الناس من هذه الظلمات خائفا لذلك خرج بأبي وأمي كما يخرج الخائفون هذا مثال آخر ولذلك لا يتبع الإنسان الذوقية في معالجة هذه المرويات ولذا لما نرجع إلى المرويات نجد فيها حثا على البكاء على الإمام الحسين عليه السلام في حالة من الربط العاطفي للإمام الحسين وما يقدر أي إنسان محقق أن يتجاوز هذه الروايات فالروايات في جنبتين مهمتين جنب أساسية في قضية الإمام الحسين وهو جانب البكاء على الإمام الحسين وجنب ثاني أحيو أمرنا رحم الله من أحيى أمرنا أحيو ذكرنا رحم الله من أحيى ذكرنا وكيف ذلك بأن تعلم الناس بأن تتعلم علومنا وتعلموها الناس يعني جانب مرتبط مرتبط بالعبرة فلذلك لا يمكن أن نوجه الناس على أن قضية الإمام الحسين عبرة من دون أن تكون هناك عبرة فلابد من التمازج في قضية الإمام الحسين ليعيش الإنسان وسطية في التعامل مع قضية الإمام الحسين عليه السلام كيف لا ولا نبكي كيف لا نبكي الإمام الحسين وقد بكاه رسول الله محمد الله وصل على محمد وقال وقال الله وصل على محمد وقال وقال الله وصل على محمد وقال أول من بكى لإمام الحسين لما ولد الإمام الحسين جيء به إلى رسول الله ما انتناوله حتى بكاه قيل ومما بكاؤك هذه مساعة بكاء يا رسول الله قال إن لذلك حديث وأعرض عن ذكر الحديث أو إن لولدي هذا حديث ثم يؤتى به في اليوم الثاني أو بعد ذلك يتناوله فيبكي بأبي وأمي وهي المرة يبكي بكاء طويلا مما بكاؤك يا رسول الله قال إن ولدي هذا يموت مقتولا يا عجب الله ابن رسول الله هذا ابنك وفروض عيش التقدير الكرام الاحترام لا يتجرأ أحد على قتله قال بلى ومن يقتله قال بلى تقتله بقية الفئة الباغية تقتله بأبي وأمي وهم يدعون أنهم مني ويرجون شفاعتي لا أنا لهم الله شفاعتي لكن يوصي يقول لا تخبروا فاطمة لا تخبرون فاطمة الزهرة هذه ساعة فرح فلا تخبروها أنا الذي سأخبرها تمر الأيام تمر الأيام يأتي بأبي وأمي لإمام الحسين باكية تتلقاه الزهران ما الذي يبكيك يا بني يأتي ناحيتها يقول أمه شمي فمي أبه عيم أو به رائحة قالت لا أجد فيه إلا رائحة الطيب والمسك والعنضاء قال إذن أمه لما إذا أراد جدي أن يقبل أخي قبله في فمه وإذا أراد أن يقبلني قبلني في نحري قالت قم معي خلنا الروح عند أبي لنستعلم الأمر جاءت بأبي وأمي عند أبيها قالت أبا يا رسول الله هذا الحسين باكي قالت وما يبكي قال يبكي أنك إذا قبلت الحسن قبلته في فما وإذا قبلته قبلته في نحري قال ابني فاطم أعلمي إني أقبل موضع السيف من ولدي الحسين فإنه بأبي وأمي يموت مقتولا أين المنادي وحسين بكت الزهر ومتى يكون ذلك يا أبي أن يكون في زماني قال لا أن يكون في زماني وزماني أبي قال لا زمان أخي قال لا قالت إذا من الذي يبكي على ولدي الحسين لا في زمانك ولا في زماني ولا زمان أبي ولا أخي قال يخلق الله قوما يبكونه ليل ونهارا طمعيني يا فاطمة هذا الإمام الكاظم بأبي وأمي إذا هل هلال عاشور لم يرى ضاحكا ولا مبتسما إمام الصادق بأبي وأمي يبكي في مثل هذه الأيام يلتفت له أحد من أصحاب ومما بكاؤك يا ابن رسول الله قال اعلم بأني أسمع بكاء الرسل والملائكة وتهليل الملائكة وبكاء المخلوقات والجين ولا تريدني أن أبكي على الحسين يأتي أحد إليه يقول يا ابن رسول الله ذا الميت ذا مات يوم يومين ثلاث سنة كذا ينقض الحوز لكن ما لنا نرى أنفسنا أننا نبكي الإمام الحسين في كل عام من يجي هذا الشهر نبكي الإمام الحسين مكاء شديد ليش ليش ها يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد يقول اعلم بأنه إذا هل هل العاشور أخرج قميص جدي الحسين وبأي حال يا مؤمن مخرم بالسهام ملطخ بالدماء فتنشره الملائكة في السماء فتراه الملائكة بعينها فتبكي ويراه المؤمن بعين البصيرة فيبكي لكن أسألك يا مؤمن وشحال الزهرة لما تشوف هذا القميص مخرم بالسهم كمثل نبوت ذلك المسمار في صدرها هاته تهيج عليها الأوجاع عاشت نفس الأوجاع تراه ملطخ بتلك الدماء كما بأبي وأمي نبع الدم من صدرها اشتركوا في القناة